وكنت بس ألا مولانا تبقى لسؤال المواطن على الزوج اللي بيطرك زوجته بدون فلوس بدون مصرفات أولا نحتكم إلى القرآن الكريم وأنا أرجو وسيتك طبعا في مجلسنا النياب الموقر له منا كل تقدير واحترام أن فقه الأسرة أو الأحوال الشخصية المرجعية الأساسية فيه الشريعة الإسلامية فلما نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فنجد شوف لينفق ذو ساعة من ساعة طبعا هنا اللملم الأمر دخلت على الفعل المضارع ينفق فأفادت الإيجاب فمن هنا قرر الفقهاء أن من آثار عقد الزواج الصحيح استحقاق الزوجة النفقة بمجالاتها الرئيسية تستحق مسكنا مستقلا يعني كونها تجلس في بيت العيلة هي ممكن يكون لها شقة بس يغلق عليها إنما خلطة لا وزيك سيدنا عمر السنة رضي الله عنه قاعدة جميلة جدا ألمره زو القربات يتزاوروا ولا يتجاوروا ده سياتي سيدنا عمر إنما المرأة هنا الزوجة لا تجبر على أنها تخدم حماته ولا تجبر على أنها تعيش في خلطة مع أصهارها من حقها مسكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ده آيات في القرآن الكريم فمن حقها النفق الشرعي أولها مسكن مستقل لا يشارك فيه أحد حسنا إحنا ممكن زوجت لك في بيت عيلة بس شقة مستقلة لزوجها مأفول عليها بابها فقط ومأفول عليها الباب الأمر الثاني المأكل والمشرب والملبس ويلحق بها الآن العلاج قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقود ولذلك في حديث جميل يا سعادة الإعلام الواعد الحبيب السيد يوسف بالحسيني شفوا رساله السلام بيقوله بقى في التربية الأسرية حتى اللقمة تضعها ما قالش في يد مرأتك في فم مرأتك هل تجد رومانسية أسرية زوجية أجمل من هذا التعلير الأخاز فسيد النبي وليه حتى اللقمة لقمة ما قالش تضعها في يدها لا أو في صحنها سليم قال حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك بتغسلها وجدانيا وتحييها شعوريا وتقدم لها أجمل ما في الحياة من مشاعر فمن هنا بنقول حضرتك يجب على الزوج إلزاما أن ينفق على زوجته أما أنه كما يفعل بعض الذين لا يفهمون الإسلام يروح مثلا مع شلة أصحابه ويأكلون في المطاعم والكفهات وهنا وهنا ويتركون الزوجات على العيش أو الطعام الخشن هذه خيانة لله ورسوله من شوف بقى حضرتك بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين أيا كان مستوى الطعام أيا كان مستوى الطعام وده من العشرة الطيبة التي أمرنا الله تعالى بها وعاشرهن بالمعروف حلو جدا نعم طيب خليني أمكن في الدقتين اللي فضلين دول نسأل بقى عالى بما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى مقبلين على عيد الأضحى كنت صحبك طيب شروط الأضحية شوف سيدي الأضحية تكون من الأنعام البقر والجموس نوع الإبل نوع الغنم والماعز نوع الإبل في حدود خمس سنين ولا عبرة لنا بوزن الله البقر والجموس في حدود سنتين ولا عبرة لنا بوزن الله الماعز سنة فصاعدا الغنم ستة أشهر فصاعدا الفقاء عملوا قاعدة جميلة جدا قالوا أن تسلم الذبيحة مما يخلوا بالشح واللحمة والمنظر يعني لو جينا كده بسرعة نشوف من المقدم لو تخيالنا زبيحة أمامنا وليكن خروف يعني أو شيء أولا نبدأ من المقدم ألا تكون مكسورة الأسنان ولا منتنة الفم وأن لا تكون عوراء ولا عمياء ولا مكسورة القرن ألا تكون عكفاء لما نأتي إلى المؤخر ألا تكون مقطوعة الزنب إلا إذا كانت من حيث الخلقة لا يوجد لها زين مخلوة كده زنب يعني وألا تكون عرجاء ولا مكسورة الرجل لأن الله طيب لا يقبل إلا ما هو طيبا والإشارة جت في صورة الصفات في الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام على فكرة الزبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام قولا واحدا لأن حتى بعد كده وبشرناه إصحاق ماشي ماشي وبعدين بالاتفاق ما بين القرآن وما بين العهد القديم فالعهد القديم لإخوتنا أهل الكتاب أمر الله تعالى إبراهيم أن يزبح ابنه البكر 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 باتفاق اليهود والمسيحيين والمسلمين هو إسماعيل عليه السلام ماشي تعالنا لنرأي نسوعة قبل الحلقة ما تخلص على الضحين فحضرتك لأن الله طيب ربنا ألف سرط الصفات وفديناه بذبح عظيم يبقى خالي من العيوب المخلة باللحم والشحم والمنظر لأن الله طيب لا يقبل إلا ما هو طيب ولا تغني مشاريع أو إنفاق عن الأضحية إن في بعض الأراء الشازة الغير مدروسة تقول ممكن يتبرع مش عارف لإيه ويعمل إيه كذا بدل من الأضحية لا الأضحية من شعائر الإسلام لا تقوم مقام الأضحية لا السكوك حضرتك إذا كانت في جهات مأمونة داخل مصر لا بكررها لأن في بعض السنوات المضت كانوا بيروجوا لذبح خارج مصر هذا خطر لأنه إذا تخلو البلاد والعباد من شعيرة الأضحية لأنها بركة مش عالبنك الطعام بتاعة الأزهر مش فعش لا أنا بكلم عن السكوك بتاعتنا داخل مصر خارج مصر لا 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 يقولك إن في دولة والأضحية بربع التامن وهنتبه حناك وهنجيب بعد أسبوع هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز حتى لا تغضى على الشعائر في بلادنا الحبيبة ري примерно وردنا الحبيبة ريب